قال يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم دخل المسيح أورشليم ارتجت المدينة كلها ودخل منطقة الهيكل وكان يراقب ما يحدث في الهيكل لأنه في شيء آخر كمان لازم يعمله قلت لم يدخل المسيح ققائد سياسي أو عسكري لدرجة لما كل الجماهير هتفت في جماعة من المتدينين من الفرسيين خافوا وكانوا في حيرة من هذا الموضوع طلبوا من يسوع المسيح أن يسكت الجموع لأن يسوع كان له شعبية كان له شهرة ولسيما من فترة بسيطة تذكر أنه أقام العازر ومن قبل شفى المولود أعمى وشفوه في الهيكل فعنده شعبية كبيرة لأنه مش رحين يقدروا يسيطروا على الناس فطلبوا من يسوع أنه يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية شيء ثاني طلبوا من يسوع أن يسكت الجموع لأنه بالحقيقة كانوا خايفين من الرمان قلعة أنطونيا قريبة من الهيكل وعندما يشوفوا ناس بتهتف للملك بيعتبروها مظاهرة وكانوا خايفين من الرمان والمفهوم الثالث أحباء كتير من الشعب ظن أنه المسيح داخل حتى يثبت مملكته في أورشليم ويطيح في الإمبراطورية الرمانية فلاحظ المتدينين عوزين يطلبوا من يسوع يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية بسبب خوفهم من الرمان وفي نفس الوقت سوء فهم عن هوية يسوع أنه داخل كملك ليطيح بالإمبراطورية الرمانية شافوا أنه بيصنع المعجزات مش صعب أنه يسيطر عليهم ويبني مملكته من أورشليم فكان المفهوم غلط أحبائي دخل المسيح ليملك على القلوب قال يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم أحبائي يسوع كان معروف لكن بالواقع لم يدركوا هذه الأهمية وهذا في حدث كتير كتير مهم ويسوع هو نازل من جبل الزيتون قبل بمرة لما كان بيتكلم ضد الفرسيين في متى 23 أنهى بهذه العبارة قال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع ادجاجة فراخها ولم تريدي هو إذا بيتكم يترك لكم خرابا وهلآن نرى يسوع المسيح ينزل من جبل الزيتون في موكب غفير محتشد وسط الهتفات وسط الترديدات وسط الأنشيد لكن المسيح يقف ويأخذ لحظات ليرثي بل يبكي أورشليم قال لأورشليم لأنك لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك مكتوب بكى يسوع على أورشليم الجدير بالذكر أحبائي الكتاب يذكر أن يسوع بكى ثلاث مرات والثلاث مرات من نفس الجبل بكى في بيت عنيا عند قبر ألي عازر مكتوب بكى يسوع قبل ما أقام ألي عازر وهنا يسوع يبكي على أورشليم المدينة العاصية المتمردة التي أظهرت عدم الإيمان وعدم الإثمار لكنهم كانوا يعيشون في مظاهر التدين الخارجي والرياء اللي كان بميزهم ثم بكى في أسفل هذا الجبل في بستان جتسماني كان يصارع كان يجاهد نزل عرقه ققطرات دم بكى يسوع على أورشليم لأنه لم تدرك الناس أن يسوع جاء لسلامها أوليس عجبا يقول الكتاب عن يسوع أنه رئيس السلام يدخل المفروض إلى مدينة السلام أورشليم لكن هذه مدينة السلام لم تعلم ما هو لسلامها شيء آخر رأى يعني يسوع لما شاف هذه البلدة من هذا المكان تنبأ عن دمار الهيكل ودمار أورشليم شيء آخر لم يدركوا توقيت توقيت الافتقاد لأنك لم تعرف زمان افتقادك بسبب الجهل بسبب العمل روحي بسبب عدم الإيمان بسبب الحسد بسبب الغيرة والكرهية بسبب الكبرياء والرياء بسبب أنه خلاص محبوش يسوع عاوزين شخص سياسي بيمشي على هواهم أو كما يقول كتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله أحبائي المسيح لم يذرف دمعة وحدة على نفسه لكن عندما بكى يسوع كانت دموع يسوع المسيح كإنسان دموع فدائي دموع كفاري لكن من جهة أخرى إن بكاء المسيح لم يوقف القضاء والدينون على أورشليم وهنا نرى سلطانه ولهوته من ناحية أخرى أحبائي إن العيون التي ذرفت الدموع هي نفس العيون في يوم من الأيام بسفر رؤية مكتوبة عنها وعيناه كلاهيب نار للقضاء وهون منشوف أحبائي عدالة المسيح وغيرة المسيح لله وقداسته المتقدة وحياته الخالية والطاهرة من كل خطيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر